السلام عليكم وأهلا بحضراتكم الدكتور ياسين نعمان كان رئيس وزراء اليمن سنة 2003 كان بيحضر دورة تدريبية في فيينا لمدة 14 يوم وكان المشرف عليها دكتور نمساوي عنده 73 سنة اسمه دكتور كرينكل في نص الدورة دعت دكتور كرينكل المتدربين علشان يزوروا مدحف التاريخ النمساوي اللي موجود في وسط العاصمة فيينا بيحكي الدكتور ياسين انه زهل من كمية التحف والكنوز التاريخية لما راح اللي لقاها موجودة في المتحف واللي بتمثل تاريخ النمسا بأكمله فراح سأل الدكتور كرينكل وقال له هي التحف دي كلها قطع أصلية ولا تقليد فالرجل استغرب جدا من السؤال وقال له لأ أصلية طبعا لكن بتسأل ليه قال له لاني قاري التاريخ وعارف اني قوات الحلفة في الحرب العالمية التانية احتلت النمسا ودمرت فيينا زي ما دمرت برلين ونهبتها وقاضت بشكل متعمد على كل المتاحف اللي موجودة فيها ساعتها ضحك الدكتور كرينكل وقال له عندك حق بس عارف إيه اللي حصل يوم 27 إبريل سنة 45 عرفنا اننا تهزمنا في الحرب وان القوات البريطانية هتدخل فيينا وهتعاقبنا على دخول الحرب ضدها زي ما عملت مع الألمان لليتها كلنا جرينا على المتاحف والبنوك ومؤسسات الدولة نجمع كل اللي نقدر عليه فلوس دهب تحف وسائق كل حاجة نقدر نجمعها بتحفظ تاريخ بلدنا لم ناوش لنا عندنا في البيوت ولما دخل الإنجليز ما لقيوش غير المباني الفضية فاضطروا يهدوها وفضلت صروتنا وصروت بلدنا محفوظة ومتشالة في قلب وعين كل مواطن نمساوي عشر سنين كاملين من الاحتلال محدش قدر يوصل لأشاية من تراثنا ولما استقلت النمسا سنة خمسة وخمسين بدأنا أعادة الإعمار وقمنا عشان نبني بلدنا من تادي ساعتها كل مواطن طلع كنز بلده اللي فضل محتفظ بيه الفلوس والدهب والتحف والمقتنيات والوسائق كلها رجعت مكانها من جديد وقدرنا رغم الاحتلال والهزيمة أننا نحافظ على بلدنا ونحتفظ بتاريخنا وصروتنا هي دي الشعوب وهو ده اللي بيعمله الناس لما يحسوا أن البلد بلدهم والأرض أرضهم ساعتها ما بيترددوش لحظة واحدة أنهم يحموها ويدفعوا عنها بدمهم لكن لما المواطن الغلبان يفتح عينه كل يوم يلاقي بلده بتتنهب وجزره بتتسرق وصروته بيتفرط فيها قدام عينيه لما يصحى يلاقي البشوات قاعدين في الفلال والأصور وهو بيتصبح ويتمسى بزيادة الأسعار مرة في المترو ومرة في الكهرباء ومرة في البنزين مرة هو بيجدد الرخصة ومرة وهو بيسقط في الامتحان لما يصحى يلاقي نفسه غصب عنه بيصبح على مصر أول كل شهر بواحد في المية من مرتبه لما حتى يقاطع مصرحية انتخابات هزلية ما بتعبرش عنه فيلاقي نفسه متحول للنيابة ساعتها ما ينفعش تقوله ما تقولش إيه الدتنا مصر ما ينفعش تطلب منه يشتغل ويعرق ويبني وهو شايف غيره بيتمتع بخيره القصة مش قصة مصر ولا النمسا الشعب لما يحس ان البلد بتاعته هيشيلها فنين عينه الناس لما حست ان البلد بتاعتها في 25 يناير كانت بتنظف الشوارع وتنظم المرور كانت بتعمل لجانة شعبية وبتحفظ الأمن الناس محتاجة تحس بجد ان البلد بلدهم مش عزبة الباشا اللي خربها ولسه مصمم يقعد على تلها الفقر كافر أيوة والظلم كافر